السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو ابطال في كل مكان عاملين ايه النهاردة نتكلم عن مشكلة عامة مواجهة الجميع في الفترة الحالية وهي اغلاق حسابات بيكوركورس السبب؟ ايه الحلول؟ احمي ازاي؟ طب بيكوركورس بيعملت كده ليه؟ كل ده بازن الله اسئلة وهنجاوبها في الفيديو دوت ان شاء الله هم حاجة ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعك ويلا بينا نبه بداية كده يا شباب صلى عنها في كومنت عشان الفيديو يبقى فيه برقة بص يا شباب ايه المشكلة ديت سببها ايه؟ سبب المشكلة ديت ان بيكوركورس بقى عليه عمال كتير عمال كتير يعني شغالين على الموقع ازيد بكتير من الناس اللي بتنشر وظائف او ازيد بكتير من عدد الوظائف اللي موجود طب نعمل ايه بقى الموقع بتاع بيكوركوركورس تفكير وانا ببرك تفكيرهم ازاي؟ هم تفكيرهم يعني بصراحة صعباني حب ففكيرهم صعباني يقوموا يا سيدي يدققوا على الناس القديمة جدا يعني ايه؟ يعني الناس الجديدة عادي يرتكبوا اخطاء وعادي الدنيا تبقى شغالة معاهم والناس بقى القديمة اللي بقى لها سنة بقى لها سنتين يجي لها على الاخطاء الطفيفة بتاعتها اللي هي عدد المرات اللي هي جالها فيها او عدد المرات اللي قدمت مثلا مرة او مرتين وظيفة غلط وكمان ييجوا للأكاونتات اللي فيها احالات كتير يعني ايه؟ يعني هم بنقوا أكاونت قديم وفيه احالات كتير اللي اتنين دول يعني لازما الشرطين دول ليه؟ عشان يا سيدي الأكاونت القديم اللي عليه عدد كبير من الناس او الاحالات بيبدأ ان هم ييجي عليهم بخسارة لان طبعا زي ما انتم معارفين بيكوركرز بيدي خمسة في المية على الشخص يعني بص لول ريتك كده ودخلنا على كلمة بيكوركرز بيدي خمسة في المية على الحاجات اللي بيعملها الشخص اللي انت جايبه يعني لو سحب خمسة دولار او سحب مية دولار فانت بتاخد خمسة دولار لو عمل ايضاء بمية دولار فانت بتاخد خمسة دولار فادي الفكرة يا شباب فعشان كده ده خسارة للموقع ما هو من اللي بيدفع لك الفلوس دي الشخص اللي انت جايبه لا الموقع بيدفعها لك فادي الفكرة فادي كده خسارة للموقع فهو لكون لما الأكاونت بتاعك يبقى فيه عدد إحالات كبير فبالتالي أنت بتخصر الموقع أكتر طب لما أنت تيجي بقى تنشي وتفضل شغال وتفضل شغال مع أنك قديم واستفدت من الموقع بصورة كتيرة وكبيرة فأنت معلم جاي على الموقع بخصارة فأنت الأكاونت بتاعك دا وتجاي على الموقع بخصارة ليه؟ لأنه فيه عدد إحالات كبيرة فأنت بتخصر الموقع أنت شغال وعمال تنشي والناس بتيجي تختارك ساعات بالتسقاط بالاسم يعني فيه تسقاط مخصصة ليه وظايف معينة او لها ناس معينة بتتعرض لها بس فانت ناس بتختارك بالاسم ودي حاجة مدرة للموقع برضه لان الناس الجديدة مش هتلاقي وظايف زي ما انت ما واخدها فبالتالي الاكاونت بيبتاعك بيبدأ ان هو ياخد بلوك لادفع الاسباب يعني ايه يعني لو انت عملت بعد كده وظيفة مسلا غلط وانت مش اصدق او بعدت اثبات غلط وانت مش اصدق يبدأ ان انت يقول لك ايه بلوكي همعلم نتيجة الامبروبر بروف هتلاقي كده معظم البلوكيات اللي جاية في الفترة الحالية امبروبر بروف سابميشن انا شخصيا هتقفلي اكاونتين بسبب امبروبر بروف سابميشن فده ده التدقيق او ده الرخيمة بتاعت الموقع طب تقولي هل الموقع من حق ان يعمل حاجة زي كده طبعا واحد من نص كده بقى ايه اا اعمل نفسه لفزلوك يعني هل الموقع من حقه نعمل حاجة زي كده اقولك ايو يا سيدي الموقع من حقه انزل كده على التيرمز بتاعت الموقع اللي واحنا عملنا لوج ان من الاتكاونت وانزلنا للتيرمز او تيرمز او 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 البرويفاسي بوليسي هتبدأ ان انت يقولك هنا الشروط بتاعت الموقع اقول اخر ابدت ليها كان اتنين وعشرين ابريل الفين وعشرين ابدأ لو انت فاضي يعني وانسان ما ورقش اي حاجة طبعا وعندك فرق كبير في حياتك تبدأ ان انت تنزل وتقرأ التعليمات دي كلها لو قاريتها يا معلم هتلاقي ان الموقع من حقه ان يقفل لك الموقع يقفل لك ايميلك نتيجة اي نوع من انواع الاحتيال حتى لو كان بسيط نتيجة اي نوع من انواع الغلط خلي بالك الخطأ حتى لو كان بسيط يعني انت تكون ان انت تعمل مهمة واحدة غلط وتبعتها للشخص او تاخد انساتسفايد مرة واحدة فمن حق الموقع في اي وقت من الاوقات انه يقفل لك الاكاونت بتاعك بدون اي بلاغ بدون اي رسوم اي حاجة تقول لي طب الموقع بيبعت اه تنبيهات الموقع ساعات مع بعض الاخاونتات بيبعت لهم تنبيهات ويقول لهم يا جماعة انتم اعملتوا المهمة الفلانية غلط خلي بالكو عشان كده في خطورة على الاخاونت بتاعك تقول لي ده مع كل الناس زي ما قلتلك مش مع كل الناس يعني مع بعض الناس قلة قليلة كده بيتبعت لها الحاجات ديت على الجيميل بتاعها او على الاكاونت المسجلة في موقع ايه في موقع بيكوركرز. فده يا جماعة السبب او اه المشكلة اللي في موقع بيكوركرز وليه الناس عمالة تاخد في بلوكات. فزي ما قلتلك لان الحمل بيزيد على موقع بيكوركرز من الناس القديمة. الناس الجديدة مش مسببها لها اي حمل. ودي اه بالعكس دي بتبقى ميزة اه في ان الناس الجديدة اساسا عدد التسقاط اللي بتعملها بيبقى اقل. فمحتاجة ان هي تفضل تستمر عشان اه تعلى في التسقاط وتعلى في عدد الحاجات اللي بتعملها عشان تقدر ان هي تسحب من الموقع. ولكن الناس القديمة هي اللي بتسبب للموقع ازمة. فعشان كده الموقع بيحاول يتخلص منهم. اه ويقلصهم لاقل عدد بحيس ان الناس القديمة دي هتبدأ ان هي تعمل ايه? اكاونتات جديدة. فالأكاونتات الجديدة هي معلم ايه تكسب الموقع اكتر. وهيبقى عادة من المهمات اللي الكونتات الجديدة ايه اقل لان هي مش عالية في الليفل فهمت اللعبة ماشية ازاي في الموقع يعني انا بحب الناس اللي انتبعاني في القناة افهمهم كل حاجة هم تفكير الموقع صعباني زي ما قلت لك ولكن ايه ولكن هو مازال انا مصر ان هو الموقع اللي مكتسح في الساحة ومازال هو افضل موقع للمهمات الصغيرة والناس المبتدئة اللي لا تملك اي شيء فالشباب لو حصل وان فعلا خدت بلوك من الموقع بكل بساطة هعمل ايه هتبدأ ان انت تروح للهيستوري وتمسح الهيستوري بتاع المتصفح بتاعك خالص وتبدأ ان انت تقفل الكمبيوتر وتروح تقفل الراوتر بتاع اه بتاعك في البيت تشد الفيشة كده وتستنى خمس دقيق وتبدأ ان انت تحط الفيشة تاني طب ايه السبب بتاعك الحاجات اللي انا بعملها دي اما انا مش بقول لك الكلام كده هاري وخلاص او ايه اه ترديد اه افلك للراوتر دوت هيغيال لك الاي بي بتاع الراوتر اللي واخده من الشركة الام وقفلك للجهاز هيغيال لك الاي بي اللي واخده الكمبيوتر من الراوتر ذات نفسه فانا يعني مش بهري معك وخلاص الحاجات دي انا درسها عن علم فتقدر بعديها ان انت تخش بقى هنا وتسجل عادي جدا بعد انت طبعا ايه مسح المتصفح ده اهم خطوة برضه من الخطوات المهمة بس ويه يا معالم تسجل عادي وتبدأ اكينك اكاونت جديد اكينك شخص جديد اكينك واحد لسه بتبدأ في الموقع من جديد. ونصيحة مهمة في الموقع يا جماعة ان انت كل ما تجمع لحد الادنى للسحب اسحبه. او المتجمع لحد الادنى للسحب اللي هو يعتبر خمسة دار اسحبه. وهكذا 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 ما تسيبش فلوس في الموقع يعني ما تحويش في الموقع. حويش في محفظتك الرئيسية براحتك. لكن ما تحويش في الموقع يا جماعة لان انت حسابك زي ما قلتلك معرض في اي وقت من الاوقات انه يتقفل وده عادي من حق الموقع انه يعملو. ده من الشروط ومن الترمز اللي حاطيتها الموقع. يعني انت اساسا لما بتيجي تعمل بتوافق اهو بتقول اي اجري على بيكوركرز ترمز. يعني انت بتوافق على ان الكلام دوت يحصل بالفعل. فالموقع ما تحكش عليك او حتى اللي هو بيعملو ده مش نظم. لا ده من حقه قانونيا. يا جماعة يا ريت نخلي بالنا ونحافظ على حساباتنا وما ندهمش الفرصة ان هم يتحكوا علينا انتوا تحكوا عليهم وهم ميتحكوش عليهم. بس يا جماعة فده كان شرحنا النهاردة. وازاي تأمين حسابك? ازاي تعرف اه انه بيكوركرز هيقفل لك مسلا. اه كل ما انت قدمت في الموقع كل ما خطر افلانك اه للحساب بيزيد. يعني كل ما تقمن ده في الموقع يعرف ان انت ممكن يجي لك بلوك قريب اه ان شاء الله. فوالله انا مش بقول كده عشان اخوف الناس اللي مسلا حساباتها ليش ستشغالة? بس انا بقول لك خلي بالك وحرص جدا لو انت شخص قديم في الموقع لان انت المعرض ان انت يتقفل لك حسابك. مش الشخص الجديد لا ده انت اللي معرض القديم. فخلي بالك من حساباتك اعمل مهمتك صح اه اتقل الله في شغلك والدنيا هتبقى شغالة زي الفرق. طبعا زي ما انا ما بخيلتش عليك في اي معلومة وبحاول ان انا اوصل لك المعلومة كاملة ويطلع عيني في الفيديو وغير الوقت طبعا اللي بضيعه اه بشيله من وقت الشخصي. اه فانت ما تنخلش عليها بقى باللايك والسبسكرايب بتاعك. ولو حتى بتعمل شير يعني اعمل له يعني انت مش هتستقصر حاجة ده يعني ربنا تجازيك خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.